اهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات الصف الاول للثانوي مع درس جديد من مادة الكيمياء نهاردة نتكلم على حاجة جديدة علينا وهي المول يعني كلمة المول المول هو وحدة قياس كمية المادة في الكيمياء وطبعا المول احنا بنستخدمها للذرات طبعا لان التعامل مع كتل واحجام الذرات بيبقى صغير جدا 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 فاستخدمنا وحدة قياس جديدة وهي المول يبقى المول ده هو وحدة قياس كمية المادة في الكيمياء وهي بتعتبر وحدة أساسية في النظام الدولي الوحدات وهي وحدة من الوحدات القليلة المستخدمة لقياس كمية فيزيائية يعني استخدمها مش كثير عندنا كمان بنقول كده ان المول هو عبارة عن كمية المادة في نظام ما بيحتوي على عدد من الجسيمات الاولية زي الظرات والجزيائات تعال نشوف اكتر يعني ايه كلمة مول انا برضو او ماشي انا عرفت ان هو وحدة قياس كمية المادة بس انا عايزة افهم برضو يعني ايه كلمة مول للضرة مثلا او للجزيائي تعال نشوف دلوقتي بيقول لي ايه عدد الظرات في وحدة الصيغة لبي كربونات الكالسيوم ايه بي كربونات الكالسيوم ده تعال نكتبه سواء ادي الكالسيوم وادي البي كربونات هنا عدد الظرات في كام دلوقتي انا عندي ادي الكالسيوم وحدة هيدروجين واحد طبعا هنا ودي واحد ودي تلاتة يبقى كده خمسة في اتنين يبقى عندي كام عشرة والكالسيوم واحدة يبقى 11 عدد الظرات هنا 11 وفي نفس الوقت هنا بنقول كده عندك كام زرة كالسيوم واحدة يعني ممكن اقول عندي واحد مول من الكالسيوم عندي كام هيدروجين اتنين يبقى انا عندي اتنين مول من الهايدروجين موجود في المركب نفس الفكرة للكربون عندي كام اكسوجين عندي ستة ذرات اكسوجين يبقى انا عندي ستة مول من الاكسوجين موجود في المركب مثال تاني هيفاهمني بطريقة احسن يحتوي المول من ثاني كرومات البوتاسيوم مول يعني المركب واحد بس K2 CR2 O7 ده ثاني كرومات البوتاسيوم يعني ايه مول من ثاني كرومات البوتاسيوم يعني جزء واحد بس فكيقول انت بق عندك كامل بوتاسيوم اثنين عندك كامل كروم اثنين عندك كامل اكسوجين سبعة يبقى ده معناه ان الاجابة عندي هنا هتبقى سبعة مول من الاكسوجين اي من الجزئات التالية يحتوي المول منه على اكبر عدد من المولات للضرات المكونة له هنا بيقول كده مين هنا عنده اكتر عدد من الضرات فبالتالي عنده اكتر عدد من المولات بالنسبة للضرات هنا S 8 يبقى كام 8 طب هنا كام مول كربون من زرات الكربون 10 هيدروجين 8 18 18 يعني عندي كده ده 18 هنا تمانية ادي الالومنيوم اثنين جوه القوس واحد واربعة خمسة خمسة في تلاتة خمستاشر ودي اثنين يبقى سبعتاشر تلاتة واحد اربعة واربعة يبقى تمانية يبقى اللي اجابة عندي هي C10H8 ده تدريب ده تدريب يعني ايه المول ويعني ايه مول من الضرات وازاي ان الجزء بيتكون من عدد من الضرات بقول عليها هي عدد من المولات ده معنى كلمة ان المول بيستخدم في قياس كمية من المادة تعالى بقى نشوف ازاي بنحسب كتلة المول اذا كانت المادة في صورة الضرات فان كتلة الضرات الوحدة بيطلق عليها الكتلة الضرية ودي حاجة احنا عارفينها واخدناها في تاني اعدادي لما اتكلمنا على الجدول الدوري الحديث بس اللي ما اخدناهوش ان وحدة قياس الكتلة هنا بنقول عليها هي وحدة الكتل الضرية AMU او اختصارا بنقول عليها U طب الكتلة الضرية للعنصر بتقدر بايه بالجرام وبتسمى في الحالة دي بالكتلة المولية للضرية وبتقدر بوحدة جرام لكل مول بمعنى دلوقتي انا هتديك مثلا الكربون الكربون الكتلة المولية بتاعته كام زرة الكربون بزرة واحدة لو بصيت في الجدول هتلاقي ان الكربون 12 فلما تيجي تقول لي المول من الكربون بكام هقولك 12 جرام لكل مول طب انا لو عندي اتنين ذرة كربون يبقى 24 جرام لكل مول ده معنى كلمة الكتلة الضرية للذرة الوحدة او العنصر اذا كانت المادة في صورة جزيئات في الحالة دي بقى هتكون ايه؟ هتكون كتلة الجزيئ الواحد عبارة عن مجموع الكتلة الذرية للذرات المكونة لهذا الجزيئ وبنسميها بالكتلة الجزائية لا ما فهمتش واحدة واحدة كده انا عندي جزيئ زي ده CO2 الكربون لو بصينا في الجدول الدوري هنلاقي ان الكربون 12 طب الاكسجين الاكسجين الواحدة ب16 هنا كم واحدة اتنين يبقى ده معناه ان الكتلة الجزيئية للمركب ده هتساوي ايه؟ مجموع الكتلة الذرية للذرات المكونة لي يبقى 12 زائد 2 في 16 فهتساوي 44 جرام لكل مول دي بنسميها الكتلة الجزيئية او الكتلة المولية الجزيئية للمركب ده هل الكتلة المولية بتختلف من مادة لاخرى ولا سابتة؟ اكيد بتختلف من مادة لاخرى طب ليه؟ قالك نتيجة لاختلاف المواد عن بعضها في ايه؟ في التركيب الجزيئي واختلاف كتلاتها الجزيئية لا ما فهمتش دلوقتي انا عندي مركبين زي دول كربونات السوديوم وحمد الكابريتيك دول مركبين مختلفين فطبيعة الحال ان كل واحد هيبقى الكتلة الجزيئية المولية مختلفة عن التاني طب ليه؟ لان كل واحد بيتكون من زرات مختلفة بالاضافة الى ان الكتلة المولية لكل زرة تختلف من زرات اخرى فبالتالي استحالة ان الكتلة المولية لمركبين مختلفين تبقى متساوية طب تعالى نحسبهم واحدة واحدة دلوقتي انا عندي السوديوم هنا الواحدة 23 عندك هنا اتنين يبقى كام؟ يبقى 46 زائد طبعا بنعمل زائد الكربون واحدة والواحدة بكام؟ ب12 اكسوجين 3 في 16 هيطلع لي عندي كده 106 جرام لكل مول نيجي الحمض الكابريتيك هيدروجين هنا اتنين كابريت واحدة 32 ما الهيدروجين انا قلت اتنين في واحد فبتنين الاكسوجين اربعة في 16 اربعة عندي في 16 بتساوي 64 فلو جمعناهم هيطلعوا 98 جرام لكل مول نقول كمان ان بتختلف الكتلة الجزائية لجزئ العنصر عن الكتلة الجزائية لضرة العنصر في الجزائيات ثنائية الزرة فاهمني اكتر يعني دي كتلة الزرة او المول من الاكسوجين بتساوي كام؟ 16 جرام لكل مول طب المول من غاز الاكسوجين اللي هو الثنائي الزرة هيساوي برضو 16؟ هلك لا هنا انت عندك كم زرة اكسوجين؟ 2 يبقى الكتلة المولية ليه هتساوي 16 في 2 فهتساوي كام؟ 32 جرام لكل مول نقول كمان ان الكتلة المولية بتختلف باختلاف الحالة الفيزيائية ازاي بتختلف باختلاف الحالة الفيزيائية؟ عندنا مثالين هنا مهمين جدا اول حاجة الفسفور الفسفور في الحالة البخارية بيتكون من اربع ذرات وفي الحالة الصلبة بيتكون من الزرة واحدة طب ده هيفرق معايا في الكتلة المولية؟ اه طبعا لان انا عندي كده ان الفسفور اساسا ب31 كتلة المولية للذرة الوحدة بتساوي 31 ففي الحالة الصلبة هيساوي 31 جرام لكل مول اما في الحالة البخارية فيساوي هو اربع ذرات يبقى اربعة في 31 فهي الديني 124 جرام لكل مول المثال التاني اللي عندي مين؟ الكابريت الكابريت في الحالة البخارية بيتكون من 8 ذرات اما في الحالة الصلبة فهو بيتكون من الزرة واحدة الكابريت اساسا الكتلة المولية بتاعته بتاعت الزرة الوحدة بتساوي 32 فبالتالي هتختلف الكتلة المولية باختلاف الحالة الفيزيائية ازاي؟ ادي الكابريت هو في الحالة الصلبة الزرة واحدة فبالتالي 32 جرام لكل مول اما في الحالة البخارية فهو بيتكون من 8 ذرات يبقى 8 في 32 فهتساوي 256 جرام لكل مول تعال نشوف تدريب بعد الكلام ده اختر الإجابة الصحيحة الكتلة المولية لكابريتيت البريم انت عشان تحسب الكتلة المولية لكابريتيت البريم لازم الأول تعرف الصيغة الكيميائية لكابريتيت البريم دي الصيغة الكيميائية لكابريتيت البريم B.A.S.O.3 هنا هو بيقول لك كابريتيت مش كابريتات أو كابريتيد تفري معا كتير البريم هو مدهاني 137 وهنا 1 الكابريت 32 وهنا 1 اكسوجين 1 ب 16 وهنا 3 يبقى 3 ب 16 لو جمعناهم مع بعض هيدوني 217 جرام لكل مول سؤال كمان إذا كانت الكتلة المولية للمركب MOH3 تساوي 78 جرام لكل مول الكتلة الذرية الجرامية للعنصر M تساوي كم؟ دلوقتي هو بيقول لي أن MOH3 على بعضها ب 78 عايز يحسب M طب ما هو مديني الأكسوجين ومديني الهايدروجين؟ تعال نحسبها سوى M زائد 3 أكسوجين زائد 3 هيدروجين كل الكلام ده بيساوي 78 نعوض شيل الأكسوجين حط 16 شيل الهايدروجين حط 1 هنجمعه مع بعض هيدوني 51 يبقى الـ M تساوي 78 ناقص الـ 51 فيبقى الكتلة الذرية الجرامية للعنصر M هتساوي 27 جرام سؤال كمان اختر الإجابة الصحيحة إذا كانت الكتلة الذرية للفوسفور 31U اللي هي وحدة الكتلة الذرية فإن الكتلة المولية لوزئ الفوسفور في الحالة البخارية بيساوي ها لا ديها الجاوبة هنتبقى إحنا لسا شرحين قلنا إن الفوسفور بالحالة البخارية بيتكون من كم ذرة؟ بيتكون من أربع ذرات فبالتالي هيبقى 31 في أربعة هيساوي 124 جرام لكل مول اختر الإجابة الصحيحة إذا كانت الصيغة الكيميائية لأكسيد الأنتيمون هي Sb2O3 ولفوسفات السوديوم Na3PO4 فما هي الكتلة المولية لمركب فوسفات الأنتيمون؟ أنت هنا عشان تجيب الكتلة المولية لازم الأول تجيب الصيغة الكيميائية لفوسفات الأنتيمون طب هنجيبها إزاي؟ دلوقتي بص كده لو لاحظنا من المركب ده هنلاقي إن الأنتيمون تكافؤه إيه؟ ثلاثي لو لاحظنا من هنا هلاقي إن الفوسفات تكافؤه كمان ثلاثي يبقى ده معناه إن الصيغة الكيميائية لمركب فوسفات الأنتيمون هي SbPO4 نحسب بقى الكتلة المولية بتاعتها ليه لو مديني كل حاجة؟ فهنلاقي إن الكتلة المولية لفوسفات الأنتيمون هتساوي 216.18 جرام لكل مول إحنا كده عرفنا يعني إيه مول وإزاي نحسب الكتلة المولية ليه المركبات وليه الظرات تعال بقى نعرف إزاي هنحسب عدد المولات القانون بتاعي بيقول لي إيه؟ كتلة المادة بتساوي كتلة المول منها اللي هي الكتلة المولية في عدد المولات يعني أنا لو عايز عدد المولات هقول كتلة المادة على الكتلة المولية لو أنا عايز كتلة المادة هقول كتلة المولية في عدد المولات تعال نشوف الأفكار المختلفة بتاعي الفكرة الأولى هي التعويض المباشر إن أنا أديك حاجة وأطلب تانية تمام؟ وكده كده الكتلة المولية بنسبة كبيرة بتبقى معاك ليه لإن أنت بتجمعها من العناصر اللي أنا بقى مدها لك تعال نشوف المسأل بتاعي اختر الإجابة الصحيحة عدد مولات الماء في 36 جرام منهم هو عايز إيه؟ أنا عايز عدد المولات طب عدد المولات بنجيبها إزاي؟ كتلة المادة اللي هو مدهاني ب36 على كتلة المول من الماء طب هي الصيغة الكيميائية للماء إيه؟ H2O نحسب الكتلة المولية بتاعتها 2 في 1 اللي هي الهيدروجين زائد 16 بتاعت الأكسجين يبقى الكتلة المولية للماء هي 18 جرام لكل مول كده بقى نحسب عدد المولات عدد المولات هيساوي كتلة المادة اللي هي 36 على كتلة المول منها اللي هو الـ 18 فيساوي 2 مول دي الفكرة المباشرة إن أنا بديك حاجة وبطلب تانية وكده كده الكتلة المولية زي ما اتفقنا هتعرف تحسبها تعالى نشوف الفكرة التانية اختر الإجابة الصحيحة عايز يحسب كتلة أكسيد الكالسيوم الناتجة من الانحلال الحراري لـ 50 جرام من كربونات الكالسيوم أول حاجة في أي مسألة لازم تكتب المعادلة هو كريم ومديك المعادلة تمام لا هو مش كريم ومش مديك المعادلة يبقى أنت هتكتب المعادلة هنشتغل بحاجة لطيفة كده اسمها ايه؟ Given Wanted ايه الـ Given والـ Wanted ده؟ الـ Given ده هي الحاجة اللي مديك رقامها في المسألة هو مدين ايه؟ 50 جرام من كربونات الكالسيوم يبقى C-A-CO3 ده الـ Given أما الـ Wanted هو الحاجة اللي هو عايزها في المسألة هو عايز ايه؟ كتلة أكسيدي الكالسيوم يبقى أنا هكتب هنا الـ Wanted هتحط الكتلة المولية هنا عندي 1 مول من كربونات الكالسيوم هنحسب الكتلة المولية الكالسيوم 40 كربون 12 أكسجين 3 في 16 فهتديني 100 جرام لكل مول اللي هو 1 مول ممكن نقول كده أن هي 100 جرام أكسيدي الكالسيوم 40 زائد 16 يبقى 56 اللي هو مول 1 برضو ممكن نقول كده 56 جرام نحط بقى الكتلة اللي هو مدهاني هو مديني أن كتلة كربونات الكالسيوم 50 جرام طرح في 1.2 بقى يبقى كتلة أكسيدي الكالسيوم هتساوي 50 في 56 على 100 هتساوي 28 جرام مثال كمان اختر الإجابة الصحيحة يحترق البيوتان طبقا للمعادلة ومديني كده المعادلة عايز يحسب إيه بقى عدد مولات ثاني أكسيد الكربون النتجة من احتراق 3 مول من البيوتان كده دول مادتين مختلفين مادتين مختلفتين يبقى احنا نشتغل إيه Wanted و Given The Given mean مين الحاجة اللي مديني رقمها في المسألة 3 مول من البيوتان يبقى ده Given Wanted هو الحاجة اللي هو عايزني أشتغل بيها أو عايزني أحسبها ثاني أكسيد الكربون يبقى نحطهم زي كده هو مديني عدد المولات في المعادلة هنحط عدد المولات في كل واحدة هنا 2 مول ليه جبتها ازاي؟ الرقم اللي قبل المركب هنا 2 وهنا 8 المولات اللي هو مدهني بقى هنا 3 وهنا أنا معرفهش فطرفين فوسطين هديني ان عدد مولات ثاني أكسيد الكربون 3 في 8 على 2 فهدساوي 12 مول طيب بص بق هنا انت ليه اشتغلتها كلها مولات؟ أولا لأنه هو هنا مديني مول فحطيت هنا مول طيب لو كان مدهني جرام كنت حطيت جرام لازم وحدة القياس اللي هنا تبقى شبه اللي تحت طيب يمين وشمال؟ لا مش مشكلة يعني ممكن أحط هنا جرام وأحط هنا مول فيش أي مشاكل لكن لازم اللي تحت بعض دول يبقوا شبه بعض ماينفعش بمختلفين فهو هنا كان عايز مولات فاشتغلت بالمول طيب لو كان عايز الكتلة كنت اشتغلت بالجرام لازم الحاجتين هنا يبقوا شبه بعض تمام؟ تعال نشوف الفكرة التانية اختر الإجابة الصحيحة عند تفاعل 80.5 جرام من السوديوم مع الماء تبعا للمعادلة التالية عدد مولات الماء اللازمة لتمام التفاعل هو هنا بص مديني ايه؟ كتلة؟ وبيقول لي عايز يحسب عدد المولات يبقى هنشتغل ايه؟ برضو الجيفن الحاجة اللي مدهاني اللي هي السوديوم كتلة السوديوم عايز ايه؟ عايز يحسب عدد مولات الماء هنا هنحط الكتلة بتاعت الماء اللي هي 85 من 10 جرام انا معرفش هنا عدد المولات كام طيب هنا هنحسب الكتلة المولية للماء او كتلة الماء هو 46 جرام وهنا هحط عدد المولات بتاعت الماء طيب في طريقة تانية او في طريقة تانية في ناس تيجي تقول لك ايه؟ طب ما نحسب كتلة الماء يعني مثلا نعمل هنا جرام ونشتغل نحسب كتلة الماء ومنها بعد كده نحسب عدد المولات بتاعت الماء اللي هو القانون اللي بيقول لي عدد المولات بيساوي الكتلة على الكتلة المولية ماشي يبقى أنت كده حلت المسألة في خطوتين بس في حاجة هنا هو مش بيديك للكتلة المولية للهايدروجين ولا الأكسوجين فبالتالي هنا مش هتعرف تشتغل بها طب أنا حافظهم خلاص براحتك احنا بنشتغل بأكتر من فكرة الفكرة اللي انت هتبقى سهلة بالنسبة لك وتعرف تشتغل بيها اشتغل بيها بيش أي مشكلة خالص طيب يبقى أنا حطت هنا أدي جرام يبقى لازم أحط هنا إيه؟ جرام هنا أدي مول يبقى لازم أحط تحت مول لأنه عايز عدد المولات فالأسهل فطرى فين في وسطين فيساوي عندي كده اتنين في ثمانين وخمسة من عشرة على ثلاثة وعشرين فهيديني ثلاثة وخمسة من عشرة مول الفكرة الأحلى بقى الفكرة الأحلى إن أنا أديك المسألة ودكش المعادلة فأنت لازم تكتب المعادلة فعشان كده احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات على إزاي نكتب المعادلة الكيميائية وإزاي نكتب الصياغ الكيميائية وطبعا طبعا لازم المعادلة الكيميائية تبقى إيه؟ موزونة هو هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة عدد ملات غاز النيتروجين ده اللي عايزه التي تتفاعل مع 18 جرام من الماغنيسيوم لتكوين مركب نايتريد الماغنيسيوم يبقى نكتب المعادلة الماغنيسيوم مع النيتروجين اداني نايتريد الماغintendent ولازم نوزن المعادلة ماينفعش المعادلة ماينكونش موزونة هنشتغل بين مين ومين مين الانتدل جيفن بتوعي الجيفن الحاجة اللي مديني رقامها اللي هو مين الماغنيسيوم ولو أنت دي الحاجة اللي عايزها نيتروجين هنا مديني 18 جرام من الماغنسيو يبقى أنا لازم أشتغل بالجرام في الماغنسيو هجيب الأول الكتلة المولية 72 جرام 23 ف 24 وهنا كمول 1 مول طب إنت عارفت منين؟ هنا مفيش أرقام ما هو المول إحنا بنجيبه من جنب المركب يبقى هنا 1 مول 18 جرام هيدوني كمول بقى هنقول كده وهنا كده نحسب عدد مولات الماء 18 في 1 على 72 فده كده هيساوي 25 من 100 مول والهنا نكون وصلنا لنهاية درس المول إلى اللقاء في دروس جديدة من مادة الكيمياء